تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من فيديو الدورة الإنجليزية اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى بدنا ندردش يعني هذه الحلقة دردش إنجليزية سموها إذا بتحبوا نحكي فيه كبأشياء اللي صارت تجع بالي وأنا بحكي معكم نبدأ في المبرأة الأهم من أنشستر سيتي بيخسر معدو تنهم وصنه يونج مين بتسجيل هدف من ربع فرصة وأعتقد شخصيا وأعتقد فيه أرقام تدعم ذلك أنه هو أكثر لاعب بيسجل أهداف من فرص قليلة الإحتمالية زي ما بتعرفوا فيه إشي يسمو احتمالية تسجيل أهداف هو هذا اللاعب أكثر لاعب بيسجل أهداف من قليلة الإحتمالية قبل الهدف بالشطر أول كان عنده تزديدي أيضا فيه أربع خمس مدافعين لسه يعني لسه بدك تمر لا لا ليش أمر الدنيا أسهل أنا عندي تزديدات غريبة تزبط معي ومرت جنب القول فبالتالي لعب مهم ممكن يريحك ممكن يوفر عليك شغل خطط بعض الأحيان اللي بظني أحكي دايما أنه ليش ما راح الستي يجيبه بدلا ما يجيب جاك غريليش مثلا بدلا ما نتكلم عن الستي طبعا فازه تنهام وبرها مهمة جدا لنونو سانتو المدرب اللي خلق مشاكل كتير لجوارديولا لحد الآن هو خسران أمام جوارديولا بأربعة فايز على ثلاثة رغم دائما أنه فرقه هي الأقل جودة في مواجهة فرق غريليولا إحصائية ممتازة إلو قدام واحد من أحسن المدربين طبعا مباراة ما بتعني كتير لأنها مباراة افتتاحية لسا الفرق مش واصلة 100% لسا الستي ما جاب المهاجم تبعه الستي بلش السن الماضي بشكل سيء ثم جاب الدوري فبالتالي لا يعني شيء بالنسبة للستي مجرد الهدوء مجرد محاولة دخول الموسم بشكل جيد بالإضافة لأنه وضح تماما أنه سيتي محتاج مهاجم حقيقي لما دي بروين ما بيلعب ما بتقدر تلعب بدون مهاجم حقيقي داخل الصندوق فشفنا لعندما نزل دي بروين كأنه منطقة الجزاء فاضية تماما ما فيش حدا قاعدا بيشغلها فأصبح واضح الستي محتاج مهاجم حقيقي لما لعب بدون دي بروين في نهاية دور الأبطال مع تشيلسي تحولت لما يشبه النزها حتى في مباراة تنهام رغم الخسارة جاءت له فرستين ثلاثة كان بإمكانه يسجل منهم لو محرس سجل الهدف بالشوط الأول لراحة المباراة لمنحة آخر إذن الفريق موجود الفريق بخلق فرص ما هو وصل الريتم تابعه وبنعرف فرق غوارديولا بتحمع فعليا شوي شوي لكن الفريق محتاج مهاجم هذا باختصار عن اللقاء الأول خلونا نروح على اللقاء الثاني اللي بدي أسميه لقاء الأمل لقاء المعنويات العالية لقاء اللي لأول مرة بشوف جماهير من يونايتد في الصحف جماهير من يونايتد في السوشال ميديا جماهير من يونايتد في الملعب شعرين إنهم بقدروا يعملوا شي فرحانين منقدر نعمل شي منقدر نجيب الدوري هالمرة صح في ريكسل مش موجود لا منقدر نجيب الدوري منقدر نفك هالعقدة بعد رحيل السير شفنا أجواء رائعة مش بس الأهداف والسوبر هاتريك أسس طاع بوكبا وهاتريك برونو فرناندز اللي رفعت المعنويات كثير انه احنا عنا سوبر هيروز ايضا عنا ابطال خارقين بيقدروا يشيلونا هذا الموسم لكن الفريق ظهر جماعي جدا ظهر عنده دكة احنا بنتكلم لسه سانشو راشفورد فاران ما لعبه كانه وبنتكلم عن حرية اوضح لبوكباب ارض الملعب خلته افضل وخلت كل من حوله افضل وهذا الشي لازم يتعلم منه سولشاير مباراة باختصار كانت مباراة الامل لمن يونايتد ولو جابت دوري في النهاية رح نتذكرها كالمباراة اللي ألهمت الكل انه يس يو كان اروع الارسنال ارسنال اللي خسر مع برينتفورد في افتتاح الدوري الانجليزي دائما مشكلتي مع ارسنال حتى من اخر ايام فينجر اليوم انه عادي كل شي عادي يفوزوا عادي يخسروا عادي ينظلموا تحكيميا عادي انه عادي ما تحسش عرجد الدم هذي اللي بتفرج ما بتحسش الشعل اللي بتفرج بتحس انه ارسنال عنده شوية مواهب شابة ولو صبر عليهم 4-5 سنين بس هذا الرهان مش صح لانه لما تخلي الموهبة تنسقل انه عادي يخسر بتبطل تخسر منتكلمش عن الناشئين بالناشئين اوكي هاي الستايل بس بالليبرمير الليج لا فيه هدوء مفرد فيه هدوء مستفز اعتقد هذا الفريق كان محتاج مدرب بتاع النتائج السيئة هذا اللي كيف اللي بجيب واحد سفر هون وواحد سفر هون واداء قبيح شوية شوية بصير فيه نقاط شوية شوية بصيروا لعيب يخافوا عن النقاط بصيروا يحاربوا اكثر محتاجين شيء يعني على الاقل يغذوا طموحهم لانه اللي عم بشوفه الان فريق بلا طموح بالمقابل خلونا نروح على لستر سيتي اللي حقق انتصار ايضا في لقاءه الاول ويه اظهر بدون احتياجه حتى لاستخدام الصفقات الجديدة انه فريق قوي وبدأ اتكلم هون عن لستر سيتي بشغلة بسيطة جدا الفريق هذا ممكن يطلح هذه السنة كمان مرة من توب سيكس يعني ورا بعض تلت سنين طب وارسنال تلت سنين برا فليش انت اللي توب سيكس وانا مش اللي توب يعني فانا اللي خوفي على ارسنال هون خوفي على انه المشروع لستر ناجح وبيشتغل صحه وبيشتغل شفقات صحه وبيدفع صحه وبيجيب لعيب صحه وبيمشي صح ومدربهم كويس براند الرجل في حين انت نص الصفقات اللي عم بيجيبها مش عم تمشي زي الناس في شي غلط بالفريق لساتنا مش عارفين وين رايح معنوياته اقل فمع الزمن زي ما انت طلعت من التوب فور للتوب سيكس حيطلعوك من التوب سيكس للتوب ناين وهتبطل امتى من التوب سيكس وهذا كله حيأثر على دخلك والأثر على دخلك معناها بيأثر على عيبتك ولما كان معك فلوس ما كنت تشتري لاعبين فوضع ارسنال بالموسم ورا موسم ورا موسم مقلق جدا صراحة انه ممكن هذا النادي بعد شوي اصير نادي عادي مش بنتكلم عشان استفز جماهير ارسنال الله يعينهم انا اكتر ناس بحزن عليهم جماهير ارسنال لانهم اتورطوا بحب النادي هو بالتوب والنادي قالهم انا اسف مع السلامة انا نازل واثناء كلامي وانا رايح من لستر خلينا نمر بريتشار ايرسون لعب ايفيرتون اللي لايما بحكي انه هاي خلص بكفي هاي اخر ثانية لازم تكون انه مع ايفيرتون اللحب كمستوى كقدرات امام المرمى كقدرات على خلق الفارق بالتسجيل وبالصناع وكلعب تكتيكي ايضا لعب كويس اعتقد يعني لازم يطلع من ايفيرتون بنهاية هذا الموسم واعتقد منطقيا ربما يكون هو اغلى سفقة بالبرمير ليج السنة الجاي بما انه غريليش هو على الاغلب ايضا يعني هاركين رايحين السنة هادي فممكن نشوفه هو كاغلى سفقة السنة الجاي خصوصا والاندي الانجليزية الكبيرة مش عم برتبط اسماءها مع لاعبين بما ركزوا في السنة الجاي من هلا فممكن يكون التركيز كله عليه لعب بفهم البرمير ليج لعب جاهز يكون مع اي نادي كبير واروا على ليفربول الفريق اللي اعجبني كتير انا دقما ليفربول بشوف فيه شغلتين عشان احكي بيقدر ينافس ولا لا السرعة والكثافة الفنتين السرعة كانت موجودة اعلى من الموسم الماضي الكثافة افضل الحد تاعتهم باللعب اعلى حدت فرق الكلب الطبيعية واستعاد فاندايك قائد الدفاع وظهر فيه محمد صلاح جاهز شخصي قوي حابب يلعب حابب يصطع فارق حابب يترك بصمة والثلاثة كله لما اجتمع لعب مع بعضه احسن من السنة الماضية مباراة كان فيها كثير بوادر لو قارنناه من موسم الماضي افضل 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 لو هذا الحقيقة لانه بنتكلم عن مباراة واحد يتذكروا لو هذا الحقيقة ليفربول حي نفسها اللقب لو هذا الوضع الطبيعي ليفربول حي نفسها اللقب بدون هذه الصفقات كلها لانه ليفربول ما زال عنده معدن وعمود فقري قوي جدا لفريقه اما بخصوص تشيلسي فاعتقد تأثرت عليه السوبر الاوروبي ما قدم افضل مباراة لكن تحكم فيها وفاز بنتيجة وتنوع الطرق اهدافه ولسه ما ايجاله كاكو ولسه ما استخدم كل الدك اللي عنده وعنده مدرب ممتاز جدا فاز بدور ابطال الاوروبا بكل بساطة فانا اعتقدت شيلسي عنده هدوء الان هل هتأكد كلامي ولا لا مش هيستعجل عشان يبين انه اقوى فريق مش هيستعجل عشان يرعب الاخرين لا انا بدي ابلش الدوريات الانجليزي تحديدا بيعتمد كثير على الانطلاقة كأنه صباق 100 متر اهم شي فيه تطلعة فلان ما نشوفه بتطلعته تشيلسي اعتقد حيركز يطلع بالنقاط ما حيركز يبهر ما حيركز يقدم اجمل اداء عشان هيك بعض المحلل الانجليز طلعوا قللك هذا حيطلع الرابع لانهم شافوه لما قارنوا مستواه بين الفرق الاخرى انه والله اقل شوي من من يونايتد هذه مباراة 90 دقيقة وبأول 4-5 مباريات المطلوب تطلع بال15 نقطة لو بتقدر بعدها بتدخل جو المنافسة وبعدها بتبلش تستعرض نقاط قوتك اعتقد تشيلسي لما نجي نطلع على تشكيلته على مدربه على احتياطيه تشيلسي يبليكي كثير ادواتي نافس تنوع الاهداف اللي سجلها مؤشر ولسه ما ايجا لوكاكو اللي انا قناعت الشخصية كثير بسيطة لو سجل لكاكو عشرين هدف مع تشيلسي هيجيب تشيلسي الدوري الموضوع كثير محسوم بهاي الطريقة عندي نوصل هون لنهاية دردشة انجليزية سمعوني انتو افكاركم هيك على السريع حكولي شو عندكم وجهات نظر تتعلق بالدورة الانجليزية كنت معكم انا محمد عواد موجود في اسبوك اتواتي الانستغرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة